فحتى جيت تجسدها علينا بالنسبة لي كنت عايزة عملها زي ما هو وكاتبها بالضبط يعني أنا مش عايزة أضيف أي جديد لأن الصدق ده لو أنا حاولت أقرب منه بقدر الإمكان فأنا هبقى عملتها حاجات جبيرة فده اللي أنا عملته في بهية لكن كان عندك إضافات برض آه لأن إحنا طبعا عملناها على المسرح بيبقى الزمن أقل فاختزال المعنى ده كله والمدلول والرمزية بتاعت بهية فعدد مشاهد قليل هيحتاج أن أنا أعبر عنه بإكسسوار بملابس بمدلول لون فحاولت أن حتى الجلاليب بتاعتها تبقى مدلول لونها لون الحصاد لون الزرع لون الحب وعلى مدار العرض كله كانت برضو معظم الجلاليب الفلاحي بتاعتها فيها ألوان عالم مصر يعني حتى في مشاهد الحب خليت الجلاليب بيه حمر وهو اللون الأحمر اللي في عالم مصر في الفرح في أول مشهد كان الأبيض طبعا في الفنال كان الأسود وتحتيل أحمر لأنه أكيد ما بيبقاش أسود خالص لأن سوري لأن ياسين اللي هو مات في حبها وكل من يموت في حبها فهو شهيد وأحيانا عند ربهم يرزقون فصحيح بيبقى فيه حزن ولكن فيه حب وفيه برضو حلم من العشق الدائم وفي الإكسسورات كمين جبت في الإكسسورات بتاعتها كان الحلقة اللي هو المخرطة الفلاحي الأديم بتاع زمان والكردان لما جيت حطيته على لبسها ما حطيتش الكردان الفلاحي المتعرف عليه لأن زي ما قلت لحضرتك أنا حاولت أعمل اختصارات علشان تدل على بهية كاملة في وقت زمني قصير فكانت جلبية اللي هي الجلبية الصفرة اللي عليها الوردي دي أخدت جزء معين من الكردان اللي هو الجزء اللي فوق من غير الثلاث أهلة اللي نازلين وخيطتوا على الكولة بتاعتها عشان يبقى رمز للفلاحة برضو انت شوقتين أن نعرف القصة ولو باختصار باختصار في قرية بوهوت فد أهلية وهو كان الكاتب الكبير نجيب سرور بيعيش في قرية خطاب فد أهلية دي كانت قرية مجوعة كان مكتوبة في زمن الإقطاع كان الأصر بتاع الباشا الموجود واستغلاله للفلاحين وبياخد الغلة منهم ويدهم شوف لوس غير أقل القليل فكانت الثورة من نجيب سروره من الفلاحين ضد الظلم والإقطاع فكانت بها رمز للأرض ورمز للسلطة الغاشمة اللي تيجي عليها وقد إيه هم بيدافعوا عن عرضهم لأن الأرض عند الفلاح عرض فكان بيدافع عنها وعن حبه اللي هو ياسين بقى ابن عمها وكانت قصة الحب بينه وهم الاتنين وإزاي مش قادرين يتجوزوا لأن ما فيش فلوس لأن كل سنة الباشا بياخد الغلة وبيدون ملالين لحد ما بييجي بقى فيه زي زي كده عادة أنه هو بيطلب أجمل بنات في القرية تشتغل عنده في القصر ومعنى أنه تشتغل عنده في القصر في الأرياف أنه ده انتهاك للحرمة وللعرض فمعنى أنه بهاية هضيعة فبتقوم الثورة ما بين الفلاحين وما بين القصر اللي هو الإقطاع أو الفساد بغيادة ياسين وفيه مشهد برضو عظيم كاتبه الراحل نجيب سرور الرائع المبدع أنه فيه مشهد بتقوم حريقة في القرية اللي هي قرية بوهود فبيجي ياسين والأول مرة الأول هم طول الوقت بيتشكوا من الظلم ومن الفساد وما فيش أي فعل إيجابي فبيجي بيخبط على كل بيوت القرية كأي حدث مش سعيد بيحصل في القرية المصرية الناس بتتكاتف مع بعض بلا اتفاق مسبق فياسين دقود الشباب في صف وبهي بتقود النساء في صف وبيحملوا جرادة للمياه وبيطفوا الحريقة اللي حصلت في القرية المشهد ده وإن يبدو بسيط جدا ولكن هي دلالة طبعا طبعا ونجيب سرور عايز يقول إن الستة المصرية والفلاحة المصرية ما هيش بس البنت الضعيفة الرئيئة الجميلة اللي بتنتظر الفارس لا هي برضو إيجابية وقدرة على الفعل وقدرة على إنقاذ بلدها أو المشاركة المجتمعية بشكل إيجابي فهو بصراحة كان مبدع وأنا كنت محظوظة بأن أنا نعمل بها أنت أبدعت الحية الله يخليك متشكرة قوي شكرا